نحن بالنسبة للجمعية الوطنية للتجار كان عنا ثلاث أهداف التي بدأت الإجراءات الخاصة بكوروناة الهدف الهدف الأول هو بدل الجهود من أجل محافظة على استقرار تموين خاصة في المواد الواسعة للإستهلاك والغذائية ومن بين الحرص نتاعنا والاتصال نتاعنا مع وزارة التجارة وكذلك مع وزارة الفلعة كنا دائما نبدلهم جهودات كامل بالشاركة من أجل إبقاء مهما كان إبقاء أسواق الجملة وأسواق تجزئة الخاصة بالنشاطة الضرورية تبقى مفتوحة هذا كان عنا الهدف الأول هو ما زال الهدف الثاني الذي كان هو العمل التحسيسي من أجل المحافظة والالتزام بشروط الوقاية ضد فيروس كورونا مثلا التاجر لا بد أن ينظف محله لا بد أن يعاقم المحل يعاقم الأدوات التي يعمل بها نشاطة الحرف والتجارة كلها عمليات تحسيسية على المستوى الوطني على مستوى الولائي على المستوى المحلي من أجل الوقاية ضد فيروس كورونا العمل الثالث الذي كان هو العمل التضامني الهدف التضامني لأنه بصراحة حتى الجمعية الخيرية حتى مكاتب تعله الهلال الأحمر كي تضييقوا في المشاكل وين يروحوا يروحوا للتجار يجيبوا المساعدات طبعا كامل تسألهم كامل يقول لك المساعدات اللي رأي توزع عبر تراب الوطني حتى اللي توزع الهلال الأحمر تسألهم يقول لك 80% 70% من جبنها من عند ترجار ترجار جملات ترجار تنزيلة إلى آخرين إذن الهدف الثالث كان العمل التضامني لماذا ركزنا على التضامني لأنه فعلا خاصة مع الحجر العائلات المعوزة والفقيرة يشتد العوزة وتشتد الحجة زائد كائن عائلات كائن مواطني المواطنات اللي لم يكنوا محتاجين لكن بسبب الإجراءات أصبحوا محتاجين اللي كان يخدم يومي في شركة وحبه وتوقف اللي كان يخدم في مقهى والمقهى توقفت العامل اللي كان يخدم في مطعم اللي كان يخدم في مكتب دراسات وتوقفت اللي كان يخدم كذا إذن عدد الأفراد وعدد العائلات المحتاجة نقدروا نقوله أنه زاد إذن التاجر إذا كان موقفش رغم أنه كان عدد كبير من التجار أيضا مضرورين الكثير من التجار توقفت أيضا نشاط تاعهم كان كثير من التجار حتى اللي رغم يساهموا في المساعدات عندهم دويون تعدى رائب عندها عامين ثلثين ما قدرواش يخلصوها لكن رغم ذلك كلمة تاجر أنه وقت